السلام عليكم وههلا بكم في فيديو جديد ازاكم شباب اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هتكلم معكم عن ماوس اللوجي تيك الام اكس ماستر تري. والماوس ده مازال من الماوسز القوية جدا اللي تقدر انك تشتريها في الفين وحد وعشرين. وهو اصلا الاصدار بتاعه كان في اخر الفين وتسعتاشر يمكن في شهر عشرة او في حداشر يعني تقدر تقول ان هو اصدار الفين وعشرين. ولكنه مازال موجود ومتوفر في الاسواق الغايد دلوقتي. والماوس ده انا كنت مفكر اشتريه بالي امكان اربع او خمس شهور ولكن كنت متردد شوية وده بسبب سعره الغالي جدا لان هو سعره ميت دولار وموجود في مصر بالفين وخمسمية جنيه. فكنت مستكتر يعني فكرة ان انا هدفع الفين وخمسمية جنيه في ماوس. ولكن طبعا بعد ما الماوسز العادية الرخيصة زهقتني فقررت ان انا هشتري الماوس ده وهتوشوف الفرق بينهم وهلزا كان يستهل فعلا الفلوس اللي هتدفع فيه ولا لأ? وبالفعل من اسبوعين بالزبط لقيت عليه عرض كويس على موقع الجميع فاشتريته بألفين ومية جنيه وجالي في جديد. فقررت ان انا هجربه في الاسبوعين دول وقلوكم عن رأيي فيه بصراحة وهلزا كان يستهل فعلا الفلوس اللي دفعتها فيه ولا ايه الحكاية? بس كالعادة يا ريت في الاول ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما يفوتكش اي فيديوهات جديدة. شركة اللي مش عارفة اول مرة اسمع عنها فيبطع اعتبر من افضل الشركات على مستوى العالم في صناعة الكمبيوتر زي والسماعات والكلام ده. والماوس واعتبر احدث جيل او احدث اصدار من سلسلة الماوس عند لانهم عندهم كسلسلة تانية من الماوس ومنهم حاجات تانية مخصصة للجيمينج. فالماوس ده مش مخصص للجيمينج ولكنه مخصص اكتر لشغل او لشغل المكتب او للناس وصناعة المحتوى اللي بيحتاجوا انهم ما يشتغلوا على برامج كتير لان بيكون في زرائر كتير بتعمل لك اختصارات بتسهل عليك الاستخدام وتقلل لك الوقت بتاع الشغل بشكل كبير. طبعا الماوس بيجيب تصميم جدا يعني بيكون شبه شكل الايد الطبيعي وانت شغل المدات زمنية طويلة تحس ان ايدك مرتاحة على الماوس والماوس مالي ايدك كويس. وغير كده بتاعه مصنوع من الربر فالربر ده برضو بيخلي الماوس يلزق في ايدك حالما ما يبقاش بتزحلق من ايدك. والوينج الطويلة دي برضو بتخلي صبعك الكبير يبقى جوه الماوس قلب الماوس ما يبقاش صبعك الكبير ده بيحتك بالمكتب من كتر الحركة ممكن صبعك ده يتعب من كتر الحركة واحتككه بالمكتب نفسه. وغير كده فالوينج دي بيكون فيها زرار اسمه هقول لك على الوظائف بتاعته دلوقتي. والماوس موجود باللون الغامق او اللون الاسود دوت. وفيه منه لون تاني بيكون رماضي فاتح او اللون واما دول اللونين الموجودين من الماوس ده وبالاضافة لكده كمان في اصدار منه تاني مخصص للكمبيوتر الماك هو ده بيشتغل على الماك وبيشتغل على الويندوز ولكن في اصدار تاني مخصص للماك تحديدا. الماوس الخامات بتاعته كويسة وممتازة وبتديك احساس جدا وانت ماسك الماوس في ايدك يعني تقدر تقول نفس الفرق ما بين انك تبقى ماسك اي فون او او تليفون تاني من التلفونات الصيني الرخيصة ففيه فرق طبعا بينه وبين الماوسز العادية وهو وزنه حوالي مية واربعين جرام يعني يعتبر اتقل شوية من اي ماوس عادي ولكن دي ما بتعتبرش عيب ده يعتبر ميزة لانه بيخلي الماوس في الحركة بتاعته جدا وكمان العدسة بتاعت الماوس ده بدقة اربعة تلاب يعني اربعة تلاب دوت بير انش فالماوس ده دقيق جدا في الحركة بتاعته وبيشتغل على اي سطح اي ان كان النوع السطح ده وتترغلته بقى على مكتب على ازاز على ورق على بلاستيك على اي حاجة الماوس بيشتغل معاك بدون اي مشكلة ولكن اهم ما يميز الماوس ده واللي خلاني يشتري الماوس ده تحديدا هما اللي في النص والسكرول اللي في الجنب وفكرة ان الماوس ده بيشتغل على تلات كمبيوترات مختلفة بدون اي مجهود منك الماوس ده بيجي بالدونجل بتاع الواي فاي وبيشتغل فعندك انك توصل الواي فاي او بالبلوتوث وكمان انك تقدر تتنقل ما بين التلات اجهزة اللي انت موصل عليها الماوس عن طريق انك تدوس على الزرار الصغير اللي هو تحت ده بتنقي الكمبيوتر اللي انت هتشتغل عليه مش بس كده لانت تقدر كمان انك تخلي كمبيوترين شغالين جنب بعض وتخلي الماوس بتحرك ما بين الكمبيوترين عادي جدا بكل سهولة وتنقل ملفات من هنا تحطها هنا فالموضوع ده اكتر من رهيب بصراحة يعني انا دلوقتي قدامي الكمبيوتر الدل العادي الويندوز وكمبيوتر تاني ماك والماوس بيتحرك ما بين الكمبيوترين بكل سهولة وبينق الملفات من هنا يحطها هنا وبينق الملفات من هنا يحطها هنا فالاوبشن ده بصراحة ممتاز ورائع جدا وكمان بتاع السكرول اللي في النص اللي هي اسمها الماج سبيد والماج سبيد دي عبارة عن ان السكرول دي مصنوعة من المعدن وجواها مغناطيس فبيخلي الحركة بتاعت السكرول سريعة بشكل رهيب السكرول عاملة زي اللي كنا بنلعب بيها فبتلف بسرعة جدا وبتخلي الانترنت بتصفح بتاعه سريع جدا بتتصفح بسرعة الف سطر في الثانية فسريع بغباء بصراحة اه لو انت من الناس اللي بتستخدم كتير او عندك مسلا فيها صفح كتير او لو انت بتتصفح الانترنت كتير فكل الحاجات دي هتلاقينا نفسك بتتصفحها بسهولة رهيبة وبتختصر عليك وقت فزيع وكمان الزرار اللي فوق الزرار بتاع السكرول ده بيخلي لك عندك انك تخلي السكرول دي تتحرك يا اما زي الموسطات العادية اللي بيبقى فيها كده عند كل حركة يا اما تخلي الحركة بتاعتها حرة زي كده وتتصفح بسرعة جدا اي حاجة انت عايزة. كمان السكرول التانية اللي في الجنب دي بتبقى ممتازة جدا في الشغل مع البرامج اللي شبه مثلا بتخلي الحجم بتاع الفرشة هيكبر ويصغر بسهولة جدا او لو انت بتشتغل على مثلا او فتقدر انك تتحكم فيهم في بتاعك بسهولة جدا كمان عندك الزرارين الصغيرين دول بيبقوا في اغلب البرامج مظبوطين على ان هم ما يعملوا فبدلا متقعد انت هتعمل بقى بييدك التانية فبرضو بيختصروا عليك وقت جامد وكمان الميزة بتاعة الزرار بتاع اللي هو في الصغيرة دي الزرار بتاع ده لما بتدوس عليه دوسها واحدة في الانظمة بتاعت الويندوز بيخليك تدخل على اللي هي فيها كل اللي شغالها او لو دست عليها دوسها وطلعت الفوق هيفتح لك طبعا لو بصيت على الماوس من تحت هتلاقي عندك الزرار بتاع اللي بتبتح منه الماوس والزرار بتاع المكتوب عليه وانتو تري ده اللي بتختار منه الكمبيوتر اللي انت شغال عليه. انت بس كل اللي عليك انك تعمله انك تعرف الماوس بالبلوتوث على كل الاجهزة اللي هتشغالها. ولما بتتنقل من جهاز الجهاز بكل اللي عليك انك تعمله انك بس بتختار الرقم بتاع الجهاز اللي انت عليه فهتلاقي الماوس شغال معك على الكمبيوتر اللي انت اختارته عادي جدا. كمان الحلو جدا في الماوس ده انه بيشحن عن طريق يو اس بي تايب سي. والسوكت بتاع الشحن نفسه محطوط في الماوس من قدام فالمكان ده حلو جدا فبيخليك تقدر انك تستخدم ماوس هو بيشحن عادي مفيش اي مشكلة. على عكس ماوس الثانية كتير بيكون بتاع الشحن فيها موجود تحت في ماوس فمتقدرش انك تستخدمه وهو بيشحن. غير كده في الماوس بيدعم او الشحن السريع. وتقدر انك تشحنه المود الديئة واحدة وتستخدمه المود التلت ساعات. او انك تشحنه فولة شارج وبياخد ساعتين في الشحن بتاعه وبيشتغل معاك لحد سبعين يوم على حسب ما بتقول. وانا بصراحة من ساعة ما جبت الماوس يعني فتحته بقى لي اسبوعين هو على الشحنة اللي كان جاي بيها. محتاجتش ان انا شحنه الوقت دلوقتي والبطارية لسه فيها شرطتين او تلاتة زي ما هم. بالنسبة بقى لنقطة انك تزبط الاعدادات او بتاعت كل زرار على حسب ما انت عايز فالموضوع ده بتعمله من تطبيق زي ما قلت من شوية. فانت بتعمل التطبيق ده بتعمله او هو اول ما انت بتيجي يتركب بتاع الواي فاي فبيبتدي الماوس يتعرف على الويندوز لوحده هتلاقي بيقول لك ان هو عايز يعمل للتطبيق ده. فانت بعد ما بتعمل للتطبيق ده هتلاقي عندك مجموعة من الملفات المسبقة الاعداد اللي لوجي تيك عملاها. لكل البرامج المشهورة زي المجموعة بتاع ادوبي زي والبريمير والافتر افكت او للمتصفحات المعروفة زي الجوجل والمايكروسوفت ادج او المجموعة بتاعة زي والكلام ده. فلو انت عايز تستخدم الملفات المسبقة الاعداد تمام? لو انت عايز تعدل على الملفات مسبقة الاعداد دي. فبتلاقي عندك الواجهة بتاعت المستخدم فيها مسلا الزرار اللي في النص بتاع ده لو دست عليه هتلاقي كل اللي انك بتقدر تعملها او لو عايز تخصص معين نفس الموضوع مع الزرار بتاع او الزرار بتاع الجنب او الزرار بتاع ولو دخلت على القائمة بتاعة هتلاقي فيها كل اللي تخص السرعة بتاعت الماوس او الدقة بتاعته او الحسايا بتاعته على حسب ما انت عايز تعملها. واخر قائمة وهي قائمة ودي القائمة اللي بتقدر انك من خلالها تثبت ان الكمبيوترين يبقوا شغالين على نفس الماوس وانك تتحرك ما بين الكمبيوترين عادي من غير ما تدوس اي حاجة او انك تنقل ملفات من الكمبيوتر ده للكمبيوتر ده. فلو انت من صنوع المحتوى او لو انت من الناس اللي بتتصفح الانترنت كتير او لو عندك ملفات بتفتحها وفيها بيانات كتير اي حاجة محتاج انك تعملها بسرعة على الكمبيوتر عموما فالماوس ده هينجزك جدا وهرشحه ليك بقوة. ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك. وياريت في النهاية بتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لست مشتركتش. ونتقابل في فيديو وديد انشاء الله. سليم